منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا ظهرت أصوات في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية أقرب إلى الطرف الروسي في المعادلة حتى أن بعضها تساءل لماذا لا تدعم أمريكا والغرب عموما بوتين بل إن بعضها دافع عن بوتين في وجه موجة الكراهية الموجهة ضده حسب هذه الفئة جزء كبير من هذه المواقف كما سنلحظ يدخل في الصراع السياسي الأمريكي الداخلي ويمكن أن يصنف في خانة ركوب الموجة لتحقيق أهداف سياسية وهذا قد ينطبق على تعاطي السياسيين الأمريكان والغربيين عموما مع كثير من قضايا السياسة الخارجية لكن هذا التوجه خاصة لدى اليمين الأمريكي يمثل تحولا جديدا كما سنذكر بعد هذه الأمثلة من مقالة نشرت أمس الأحد للكاتبة أميلي تاكمين في صحيفة نيويورك تايمز تاكر كارلسون أحد أشهر مذيعي محطة فوكس نيوز الأمريكية اليمينية استنكر يمثل ثاء الماضي تحول كراهية بوتين إلى الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية ودع المشاهدين إلى أن يتساءلوا لماذا يكره الإعلام بوتين ولماذا يحثهم على كراهيته وهل وصف بوتين الأمريكان بالعنصريين؟ وهل هدد بطردهم من مناصبهم إذا خالفوه الرأي؟ ما كان يحاول كارلسون فعله ومقارنة بوتين بالديمقراطيين أو النشاطاء اليساريين الذين يتحدثون عن العنصرية في الولايات المتحدة أو الظواهر السلبية مثل التحرش وتسببوا بإيقالة مسؤولين أو شخصيات شهيرة حتى في قناة فوكس نيوز التي يعمل فيها كارلسون بعد أن كشف تورطهم بمثل هذه الإساءات حسب كارلسون إذن إذا لم يصف بوتين الأمريكان بالعنصرية ولم يتسبب بطرد أحدهم بعد ثبوت تحرشه بأحد ما إذن ربما لا يستحق الكراهية الموجهة ضده حاليا الرئيس الأمريكي سابق ترامب في مقابلة يوم الثلاثاء الماضي أيضا وصف بوتين بالشخص الذكي أو الداهية وفي اليوم التالي مع توارد أنباء العدوان الروسي على أوكرانيا أبدى ترامب مرة أخرى إعجابه ببوتين أحد المرشحين الجمهورين العضوية مجلس الشيوخ بولاية أوهايو ويدعى جيد ديفانس صرح بأن الجنود الأمريكان لم يتدربوا على قتال جنود بوتين لمجرد أنه لا يؤمن بحقوق المتحولين جنسيا حسب ما تقول وزارة الخارجية الأمريكية ليرد عليهم حاوره ستيف بانن كبير استراتيجي إدارة ترامب سابقا بإبداء إعجابه ببوتين أيضا لأنه معارض للليبرالية الاجتماعية التي تدعو إلى التحرر المطلق الذي يشمل المثلية الجنسية الغريب هنا هو أن اليمين السياسي الأمريكي إبان الحرب الباردة كان يمثل صقور السياسة الخارجية الأمريكية لكن هذا التوجه تحول في السنوات الماضية إلى التواطئ مع عدد من النظم الديكتاتورية حتى تلك التي تعلن خصومتها مع الولايات المتحدة وأكبر مثال على ذلك روسيا روسيا بوتين التي كان ينظر إليها على أنها دولة غير ديمقراطية صارت الآن أحد رموز اليمين الأمريكي التي تعكس نظرة هذا اليمين إلى العالم ولكن كما ذكرنا في المقدمة ما من شك في أن اليمين الأمريكي يسخر دعمه لبوتين كأداة في الصراع السياسي والمجتمعي الأمريكي على مبدأ رد الجميل قابل ترامب عند وصوله للرئاسة الدعم الذي تلقاه من عدد من الأطراف داخل أمريكا وخارجها بتقديم خدمات ثمينة ومن الأطراف التي قدمت له الدعم في الانتخابات الرئاسية 2016 الحكومة الروسية حتى أن بوتين نفسه أقر بأنه كان يرغب في فوز ترامب لكن رد الجميل لم يقتصر على ترامب وامتد إلى القاعدة الشعبية اليمينية أو الجمهورية أو المحافظة التي تضاعفت شعبية بوتين لديها من 10% عام 2014 إلى 37% في 2016 بعد انتخاب ترامب بشهر واحد وقد وجد استطلاع أجري في شهر يناير 2022 أن 62% من الجمهوريين أو المستقلين الأقرب إلى الجمهوريين يعتقدون أن بوتين قائد أقوى من بايدن بالنسبة لعدد من المنتمين لهذه الفئة ربما يكون القائد القوي هو الذي يقمع المعارضة سياسيا واجتماعيا وحتى عسكريا ولا يستسلم لها أو يتوصل إلى تسوية معها لذلك ما زال ترامب قويا في نظر الكثير من هؤلاء حتى اليوم فولم يستسلم إلى الآن هذه الفكرة تتوافق أيضا مع اعتقاد اليمين أن النخب الليبرالية تعمل على تحطيم القيم التقليدية التي تشمل أدوار كل من الجنسين بوتين يمثل هنا دور الرجل مكتمل الرجولة الذي دعا كبار مسؤولي الأمنيين يوم الاثنين الماضي وطلب منهم أن يعلنوا على الملأ دعمهم له ووقوفهم إلى جانبه يعتقد عدد من اليمينين الأمريكان المؤمنين بفكرة القائد القوي أن الدول التي يقودها أمثال بوتين هي منارة للبيض المسيحيين المحافظين يوم الأربعاء أعرب الكاتب اليميني رود درير عن رفضه الشديد لمجازفة بحياة الأمريكان من أجل تأمين مدينة دومباس للمهاجرين والراغبين بالجنس كناية عن الفئات التي ينشط اليسار بتأييدها المهاجرون والمتحررون جنسيا هذا الموقف اليميني ليس جديدا في عام 2018 قال الكاتب والمذيع بات بيوكانن إن بوتين ورئيس روسيا البيضاء لوكاشينكو الدكتاتور أيضا يدافعون عن القيم التقليدية في وجه النخب الثقافية الغربية في إشادة بتصريح وزارة الشؤون الداخلية بروسيا البيضاء بأن العلاقات المثلية ليست علاقات أخلاقية ما يتجاهل اليمين الأمريكي هنا هو مسألة حرية التعبير عن الرئيس السياسي بيلاروسيا وحدها تعتقل أكثر من ألف شخص لأسباب سياسية بحتة والحقيقة أن روسيا ليست بيضاء بالكامل أو مسيحية بالكامل فهي دولة ممتدة على أقاليم مختلفة وتضم أديانا وأعراقا مختلفة لكن الصورة النمطية الشهيرة لها هي أنها دولة لذوي العرق الأبيض أحد المتطرفين الأمريكان المشهورين ريتشارد سبينسر المتعصب لفكرة تفوق العرق الأبيض وصف روسيا بأنها القوة البيضاء الوحيدة في العالم ماثيو هايمباك عنصري أمريكي مشهور آخر مؤسس ما يصفه بحزب العمال التقليديين وهذه من الفرقات العجيبة في معسكر ترامب الذي صار يجمع بين العمال والعنصريين المؤمنين بتفوق العرق الأبيض والمؤمنين بالرأس مالية المطلقة المهم هايمباك أعرب عن إعجابه ببوتين وبالقادة الأوروبيين القوميين المتطرفين عموما وقال في عام 2016 إن روسيا أكبر مصدر إلهام له وأنه يرى في بوتين قائدا للعالم الحر كانت بداية وصف بوتين بمنارة القيم اليمينية في أوروبا وانتقلت لاحقا إلى الولايات المتحدة ولكن إذا كان الجنحان السياسيان الأمريكيان يصفيان حساباتهما في صراع سياسي على وسائل الإعلام وفي الميادين يحتدم تارة وتخف وطأته تارة أخرى لكن روسيا الآن تحتل أوكرانيا وتدمر الأبنية وتدوس السيارات بالدبابات لعل هذا أبعد ما يمكن أن تصل إليه مخيلة بعض السياسيين الأمريكان ولعلهم لا يستطيعون النظر أبعد من أنوفهم